في مرحلة التأويل فإن البراءة في الترتيب العقائدي تأتي بعد الولاية باعتبار أن العقيدة قد توضأت بالبراءة في مرحلة التنزيل ونسخت مرحلة التنزيل لكن الوضوء منتقط بقي الوضوء هو هو فلابد أن يكون ملازما للعقيدة إلى آخر لحظة من لحظاتها من هنا يأتي ترتيبها متأخرا عن الولاية مثلما يبقى الوضوء متأخرا عن الصلاة فلابد أن تنتهي الصلاة ونحن على وضوء إذا انتقض الوضوء قبل جزء من الثانية الأخيرة فإن الصلاة قد انتقضت بالإضافة إلى الأمر الأهم فإن جوهر عقيدتنا ما هو البراءة البراءة مطلوبة للاستعانة بها هي جهاز مناعة هي مادة حافظة كي لا تفسد العقيدة هي جهاز ونظام حماية ذاتية هي هي كما مر الحديث عنها في توصيفها قبل قليل متى بدأت مرحلة التأويل بدأت مرحلة التأويل في بيعة الغدير أبرز شعار من شعارات بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاده الولاية سابقة على البراءة بينما مر علينا في الآية السادسة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة فمن يكفر فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله مر هذا الكلام لا أريد أن أعيده مرة أخرى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر هذا تأكيد للكلام المتقدم وانصر من نصر واخذل من خذله فالولاية متقدمة على البراءة هذا هو الذي ترتبت على أساسه خارطة العقيدة السليمة في مرحلة التأويل من هنا جاء ذكر الصحيفة السادسة السادسة وهي الصحيفة الأخيرة في خارطة العقيدة السليمة جاء ذكر البراءة فيها ما أنا قلت لكم إنني سأضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضعه وفقا لمذاقهم وفقا لما يريدون بحدود استطاعة فشعار بيعة الغدير واضح الولاية مقدمة على البراءة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذ من خذ له لماذا لأن العقيدة قد توضأت بالبراءة في مرحلة التنزيل معطيات معطيات مرحلة التأويل كلها تشير إلى أن الولاية مقدمة على البراءة لأن الولاية هي جوهر العقيدة أما البراءة هي جهاز حماية جهاز خدمة للعقيدة البراءة جهاز خدمة من خدمات عقيدة الولاية السيادة للولاية الدين معرفة إمام زماننا من شؤون هذه المعرفة البراءة لأنها جهاز المناعة العقائدي الذي لا بد أن نحصل عليه وأن نحافظ عليه إلى أقصى درجات المحافظة بمحافظتنا على جهاز المناعة إننا نحافظ على ديننا وعقيدتنا في زيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي القول البليغ الكامل أذهب إلى قلبها إلى قلب الزيارة الجامعة الكبيرة إلى روحها فمعكم معكم لا مع غيركم الولاية مقدمة على البراءة فمعكم معكم لا مع غيركم وإذا ذهبنا إلى التفصيل فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وَبَرِئْتُ وَبَرِئْتُ هذا من عاد منظومة عقائدية متسقة ألا لعنة ألا لعنة لعنة على منهج علم الكلام منهج مراجع النجاف المنهج العقائدي الضال المنحرف ألا لعنة على ذلك المنهج الأسود فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت ومر علينا في وضوء العقيدة في مرحلة التنزيل فمن يكفر بالطاغوت في الآية السادسة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة هذه الزيارة الجامعة الكبيرة مصدرنا العقائدي الأهم في منظومة الزيارات الشريفة نذهب إلى زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أشهرها زيارة وارث زيارة مطلقة عامة ماذا نقرأ في زيارة وارث في مقدماتها في مقدمات زيارة وارث أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في مقدمات زيارة وارث السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم الولاية مقدمة على البراء والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء إنما أضع بين أيديكم نماذج أمثلة كي تكون الفكرة واضحة أمام نواضركم هذه زيارة وارث أما زيارة عاشوراء وهي أساسا نص نص في البراءة زيارة عاشوراء نص في البراءة نص في اللعنة نص في إظهار البغض والعداء لقتلة الحسين وللسقفة الملعونة التي أنتجت لنا ما أنتجت فإن الحسين قد قتل متى يوم كتب الكتاب يوم كتب أصحاب السقيفة تلك الصحيفة المشؤومة زيارة عاشوراء نص برائي صريح واضح إنه إعلان البراءة الصريح لكننا إذا دققنا النظر في تفاصيله فإنه حينما يتحدث عن الولاية والبراءة معا يقدم الولاية على البراءة على سبيل المثال هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم هذه هي الولاية الولاية العاطفية العملية القولية التي تتفرع عن الولاية الفكرية يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة يعني أن هذا النظام سيكون نظاما عقائديا إلى يوم القيامة هذه مرحلة التأويل مثل ما تقدم الحديث من أن مرحلة التأويل هي هي لكنها في حالة تدرج لا تنسخ مرحلة التأويل مرحلة التنزيل هي التي نسخت نسخت بمرحلة التأويل إنما يحدث نسخ جزئي في مرحلة التأويل بحسب التدرج والترقي ففي مرحلة من مراحل التأويل يأتي ناسخ لما سبق في مرحلة متقدمة أما أن التأويل كمرحلة كاملة فليس هناك من نسخ وإنما العملية عملية ترقي عملية تدرج يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة والكلام هو هو في جهة أخرى من الزيارة الشريفة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسني وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب ونصب لك الحرب إلى بقية التفاصيل أتقرب أتقرب إلى الله وإلى محمد وآل محمد وإليك يا أبا عبد الله بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب ويستمر الكلام في جهة أخرى وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم الولاية مقدمة على البراءة إني سلم لمن سالمكم هذا تكرار للكلام المتقدم في بدايات الزيارة الشريفة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم تلاحظون أن الولاية تقدم على البراءة حتى في أقوى نص من نصوص زيارات البراءة فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم المضامين هي هي تتقدم الولاية على البراءة مر علينا في شعار بيعة الغدير والي من والاه وعادي من عاده مر علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم مر علينا في زيارة وارث الموالي لوليكم والمعادي لعدوكم وهذه زيارة عاشراء يتردد هذا المضمون واضحا فيها في عدة جهات من جهاتها مع أنها نص مختصر وموجز وهي نص صريح في البراءة الشديدة وكذا الأمر هو هو في سائر زياراتهم الأخرى في زيارة آل ياسين على سبيل المثال هكذا نخاطب إمام زماننا وَأَنَا وَلِيُّ ما أَمَرْتُمْ بِه المعروف في جهة الولاية وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ المُنْكَرُ في جهة البراءة أعلى درجة من درجات المعروف موالات إمام زماننا أعلى درجة من درجات المنكر يعني الأسوأ موالات أعداء إمام زماننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه القضية واضحة في كل النصوص وفي كل المعطيات من أن البراءة كانت مقدمة على الولاية في مرحلة التنزيل أما في مرحلة التأويل فقد نسخ ذلك وبما أن العقيدة قد توضأت بالبراءة في مرحلة التنزيل ولا بد أن تبقى البراءة موجودة على طول الخط لذا فإن ترتيب البراءة يأتي بعد الولاية كل المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة أأخذ لكم على سبيل المثال ما جاء في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية صفحة ميتين واثنين باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث الأول بسنده عن أبي حمزة عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي إنما يعبد الله من يعرف الله فالعبادة قيد المعرفة ومر هذا الكلام علينا بتفاصيله إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت في ذاك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والإتمام به بعلي وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل أين جاءت البراءة جاءت البراءة في آخر الترتيب وهذا واضح في كلماتهم في أحاديثهم لو تدبرتم في هذه الرواية فإنها تحدثنا بالإجمال وبالإشارة عن الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية كلما توغلتم في أحاديثهم في رواياتهم في أدعيتهم في زياراتهم فإنكم ستجدون الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد واضحة جليتا هؤلاء الذين في النجف أعمى الله بصائرهم وأبصارهم وتركونا على توحيد ما هو بتوحيد إنه شرك إنه شرك في بعض جهاته وكفر في جهات أخرى من جهاته أنا لا أتحدث جزافا أنا أتحدث وفقا لمنطقي محمد وآل محمد لا أتحدث وفقا لمنطقي مراجع النجفي هذا المنطق الأخرق الذي يستند إلى عقائد السقيفة بني ساعد إلى عقائد الأشاعرة والمعتزلة إلى هراء علم الكلام الناصبي أنا أحدثكم بموازين محمد وآل محمد عن وضوح في الرؤية وعن موسوعية في الإطلاع وعن دقة في الفهم بحسب قواعد تفهيمهم وأعتقد أنكم جربتموني عبر السنين الطويلة أقرأ الحديث عليكم مرة أخرى إمامنا الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وتذكروا من أن تصديقنا لمحمد وعلي لا معنى له من دون تصديق فاطمة لتصديقنا هذا الكلام مرة علينا حينما حدثتكم عن قيمة الدين تذكروا هذه المعاني نحن نحن نتحدث عن منظومة عقائدية متكاملة وابسقوا على منظومة عقائد مراجع النجف وابسقوا عليها وابسقوا على تلك منظومة الضالة البعيدة عن محمد وآل محمد قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل حين أقول لكم ابسقوا هذا مصداق من مصاديق البراءة نحن نتحدث عن البراءة هنا أنا لا أتحدث عن أن تبسق بشكل مادي ما قيمة أن تبسقوا بشكل مادي وعقائدهم تعشعش في رؤوسكم أنا أتحدث عن إخراج ضلالاتهم من رؤوسكم وقلوبكم أتحدث عن البراءة الفكرية قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والإتمام به وبأئمة الهدى قطعا بتصديق قيمة الدين والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل وهذا هو الذي قلته لكم من أن معرفة الله هي معرفة الإمام ومن أن معرفة الإمام هي معرفة الله وبينت لكم من أن معرفة الإمام هي معرفة منظومة العقيدة السليمة بكل تفاصيلها وهذا هو الذي يتحدثون عن تلاحظون أني ما ذكرت لكم إلا ما هو من مذاقهم الشريف إلا ما هو من عيونهم النقية الطاهرة النظيفة نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس لو تدبرنا في سورة الفاتحة وهي سورة قرآنية نزلت مرتين كما هو المعروف نزلت في مكة ونزلت في المدينة وهذا النزول المثنى يشير إلى مرحلتين من أن مرحلة مكة لها خصوصياتها وقد نسخت نسخت بمرحلة المدينة الفاتحة إذا تدبرنا فيها فإن الولاية فيها قد ذكرت قبل البراءة لأن الذي يكون في مرحلة التأويل هو هذا الأصل ما كان في مرحلة التنزيل كانت حالة استثنائية تتناسب مع واقع الناس آنذاك أما القرآن فإنه لم يكن قد أنزل للتنزيل لمرحلة التنزيل وإنما أنزل لمرحلة التأويل من هنا لم يبقى شيء من تفسير النبي في مرحلة التنزيل ما نقل لنا أئمتنا تفسير النبي الذي فسر القرآن به في مرحلة التنزيل والقرآن بيّن لنا من أنه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي الولاية غير المغضوب عليهم ولا الضال هذه هي البراءة فالولاية مقدمة على البراءة لأن الولاية هي جوهر الدين والبراءة وسيلة خدمة للحفاظ على الولاية جهاز مناعة نظام حماية كما بيّنت لكم من هنا فإن الولاية تقدم في نظام العقيدة على البراءة وهذا واضح واضح جدا في الكتاب الكريم نعم في مرحلة التنزيل فإن البراءة بمثابة الوضوء تقدم على الولاية تقدم على العقيدة بهذا أنهي حديثي في الومضة الثالثة ترجمة نانسي قنقر